خلونا الأول نرحب بضفاتنا العزيزة دكتور نيفيل منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية السياسات المالية ده اسم فيه جدك إزاي كلام أهلا بسهولك أنا عايز نتكلم حبتين ثلاثة على التصدير لأنه كلنا القصي والداني زي ما بتقال أبسط مواطن وأكثر المواطنين انشغالا يعلم جيدا أنه التصدير يعني عائد داخل يعني تشجيع لتصنيع إلى آخر إيه اللي نقدر نعمله أو إيه اللي بتعمله لوزارة لتشجيع مسألة التصدير ودعم التصدير طيب الحقيقة فيه برنامج تدى من سنوات كثيرة هو برنامج دعم الصدرات حيب ده يعني برنامج متبع في دول كثيرة مصدرة ببساطة كده أن الدولة بتشجع أي حد بيصدر بعد ما بيتم العملية التصديرية أو المصدر ده بيكمل العملية التصديرية وبيثبت أنه هو كمل العملية التصديرية الدولة بتدعمه بجزء مادي أو بيعني كاش فيه أنه هو عمل عملية التصدير فبترجع له جزء من الفلوس اللي هو صدر به حاجة أقرب لفوليوم ريبيتيا بالضبط يعني زي دعم صدرات في شكل كاش وبعد كده هحكي لحضرتك على مبادرات تانية عملناها في أشكال أخرى أخدت شكل الدعم برضو غير الكاش طيب أبدأ الأول بقصة الدعم الكاش لاب يتبني إزاي وبقدره إزاي طيب ده طبعا شغل أكتر وزارة التجارة والصناعة هم عندهم زي جداول ومعادلات بيشوف المصدر ده صدر لأنهي دولة لأن فيه مثلا بعض من الدول بتحتاج دعم أكثر زي مثلا أفريقيا لأنها صعب الوصول إليها وعايزين أن احنا نشجع الصدرات ليهم ونشجع التعاون طبعا التجاري ما بيننا وما بينهم بصفة عامة فمثلا أفريقيا ممكن تاخد دعم أكتر ممكن مثلا لو على حسب قيمة الصدرات بتبقى قدقية فبتدخل في شرائح يعني ده شغل أكتر الحقيقة وزارة الشرائح ودي تبع وزارة الصناعة بالزبت كده بتبقى بحسب جداول وحسب شوية شروط ومستندات وقد إيه المكون المحلي يعني أنا كمان كمصدر بحط مكون محلي قد إيه من عندي ما يبقاش بس مجرد مواد خام أو مواد إنتاج ومستلزمات إنتاج مستوردة فقط لا لازم بكون برضو بحط من المكون المحلي من عندي فدي كلها بتخش زي ما حركتول كده في معادلات وجداول ويطلع قصادها قد إيه الدعم المستحق للشركات حسين جداول